وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة فضلا عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس تارق الملة وزير البترول والسروة المعدنية والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيت وزير المالية صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة فضلا عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشاركة مع الخبرة الأجنبية وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035 وذلك لحسن استغلال موارد وإمكانات مصر من الطاقة المتجددة وفيما يتعلق باستغلال طاقة الرياح تم استراد جهود زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية كما تم استعرض تطورات التعاون مع الخبرات الدولية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوليد الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع البنك الأوروبي لأعادة الأعمار والتنمية وبالاشتراك بين وزارتي الكهرباء والبترول وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية بما في ذلك إضافة مكون الهايدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة لمواكبة التطور العالمي بشأن تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وذلك بالشركة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهايدروجين الأخضر باعتباره يمثل مصدراً وعداً للطاقة مع العمل على توطين صناعة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي بشأن تأمين تغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية خاصة استصلاح الأراضي وبخاصة في سيناء وجنوب الوادي والدلتة الجديدة خاصة ما يتعلق بالأعمال الكهربائية بمحطات رفع المياه التي تستخدم في الزراعة واستصلاح الأراضي وقد وجه سيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية وهذلك في ضوء ما تمثله إمدادات الطاقة من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية كما اطلع السيد الرئيس كذلك على مستجدات مشروعات الرفط الكهربائي مع دول الجوار خاصة المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص